يعمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة على بناء قدرات شركات القطاع الخاصة للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين تنفيذ لرؤية مصر 2030 أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حفل اعتماد مضاقيق الختم المصري للمساواة بين الجنسين ومنح الختم لشركات القطاع الخاص بحضور ممثل عدد من كبريات الشركات العاملة في مصر وإحنا الآن النهاردة بنحتفل بأنحنا بنبتدي في إطلاق برنامج بيكون في المرأة المصرية بتعامل على قدم المساواة مع الرجل المصري في الشركات المصرية يتطلب الحصول على ختم المساواة تهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة من خلال مجموعة من السياسات المراعية للفوارج بين الجنسين وتعزز المساواة البرنامج بيعمل مع عديد من الجهات النظيرة الحكومية ومنها وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات الرقبية تعد هذه الشهادة بمثابة تأكيد على الالتزام المتواصل للجهة الحاصلة عليها بتحقيق المساواة بين الجنسين والإيمان بأن تمكين المرأة جزء أساسي من التنمية المستدامة وهو إحدى استراتيجيات رؤية مصر الاقتصادية أحمد الحسيني التلفزيون المصري